فيمكن احنا احساسنا بالنادي الاهلي عالي شوية لا انه يستحق متربيين احنا فالاهلي القيمة الغالية اوي في الوطن الاغلى يعني لما تشوفوا وفي حد ما ينبسطش ان ارض هذا الوطن تطلع نادي هو الاكثر نجاحا في العالم في العالم بصوا على كل الصحف العالمية وهي تضع الاهلي الاكثر نجاحا في البطولات الكروية على سطح البسيط شوفوا الاهلي لما يتحط الجدول بتاع الاكثر تتويجا بالبطولات القرية والعالمية تلاقي الاهلي بعد ريال مدريد الاهلي بعد ريال مدريد الاهلي يسبق برشولونة والميلان ولو كان وقت حقه في السنين اللي فاتت دي كان بكتف بكتف وبعدين يتقالك اه اصطم مش عارف لا ده لو خات حقه ده عشان غاب عن افريقيا لأسباب تتعلق بعدم سلامة الموقف في بطولات افريقيا وقتها واللي سابت عمليا وفعليا بعدها انه كان الموقف صحيح لولا غياب الاهلي في هذا الحقبة ما كانش اتأخر هذا التأخر بالعكس كان قفز كتير لقدام لكنه انت بتتكلم على نادي اخر حاجة هي الاهلي كمان الاعلى قيمة تسوقية في افريقيا واعتقد كون ان الاهلي رقم واحد وبرامدز رقم اثنين والزمالك رقم تلاتة ثم سانداونز والنجم الساحلي والوداد المغربي ده معنا ان الدوري المصري ده يخليني اقف مع خبير التسويق في حاجة انا معرفش هي دية حاجة كويسة والدي مصيبة سودة لما يكون انا عندي التلات اندية بتوعي بيصرفوا على الكورة وقيم التسوقية بتاعتهم في كرة القدم لانه الاهلي والبرامدز والزمالك القيمة التسوقية لكل منهم حجم ما لديهم من قيمة عقود لعبين وصل كده يكون اعلى من سانداونز الجنوب افريقي الاهلي كام الاهل اتنين وثلاثين اتنين وثلاثين وبرامدز واحد وعشرين والزمالك عشرين مليون دولار طبعا وسانداونز الجنوب افريقي جنوب افريقي يا جماعة لما بنقول احنا دولة من دول العالم التالت محدش بيقول طب هو مين العالم الاول ومين العالم التاني هي فجأة بس بنتكلم على مستوى العالم التالت في السياسة وفي التأثير في الاقتصاد العالمي جنوب افريقيا احدى دول العالم الاول امريكا واوروبا الغربية دول العالم الاول ومضافة اليها جنوب افريقي وكان وقت اوروبا الشرقية طبعا والباقي بقيت اسيا كلها دول العالم التاني والبقى للفقر العلم الثالث فجنوب أفريقيا تكون إحدى دول العلم الأول بحجم تأثيرها في الاقتصاد العالمي وحجم قوتها عالميا هي دول إحدى دول العلم الأول سندونز نديها الأبرز يجي بعد الرابع بعد الأهل والزمالك وبالأهل وبيرامدز والزمالك أنت تسألني دي حاجة كويسة ولا حاجة وحش أنا بسألك ده كويس ما أحجابك أول ما أحجابك كويسة لما تنطبق شروط السلامة المالية أيوة وهي لا تنطبق إلا عن نادي الأهلي أيوة بدليل الغرامة اللي جات على اتحاد الكورة إنه قد إنه طالع الرخصة التي لا تتطفق مع معايير السلامة المالية ما كانش أنا أندي عليها فالنادي الوحيد اللي واخد هذه الرخصة هو النادي الأهلي إذا لما يؤتقل إن النادي الأهلي 31 30 مليون 32 مليون 32 مليون تنطبق عليه السلامة المالية ده هو بقى لو كان ما تنطبقش عليه السلامة المالية كان زمنه 50 مليون يورب لو صرف 50 مليون أو 60 مليون ما تنطبقش عليه لكن أنت معناها إيه السلامة المالية أيوة إنه ما عليكش مديونيات لحد ما وكلش حقوق حد إنه ما عليكش أضايا خاضعة لأنك وكل حقوق حد إنه ميزانيتك تعبر حقيقة عن موقفك في رعاية كرة القدم لديك بشكل سليم حشله حقوق عندك الرواتف في معاعدة الدنيا مش عندك إزاي كل واخد حقوقه هي دي السلامة المالية ولذلك المعايير كلها انطبقت عن هذا اليالي واخد الرخصة من الكاف أي فلما كالعادة المساندة يعني البعض يشعر لده دور ويمكن في اتحاد الكرة أنه هو يسند الأندية لكن هو وهو حسن النية ويساعد الأندية على أنه يديها ما لا يعبر عن وقعها هو من ناحية تانية بيدرها لأنها لا تسعى إلى تعديل هذا الواقع لما تيجي كل غرامة تدفعها بنيها بعني أنا مش ما عنديش مشكلة بقى أن أنا موقف المالي حاول أزبطه بالمعايير السلامة المالية أو شفافية المالية فهو كويس ومش كويس كويس يبقى أن فيه اهتمام بكرة القدم وفيه انفاق بهذا الحجم على كرة القدم في مصر بس ده كان المفروض أن يستدبعوا التناقض هنا مع الوضوح والغموض أنك أنت لما يبقى أول الثلاث أندية على مستوى القارة في قيمة تسويقية أهل بيرامد زمالك ده معناها أن الدوري بتاعك هو الأغلى في العالم وهو الأقوى على مستوى العالم يعني المفروض أنك أنت ما يبقى عندك مشكلة واحدة يبقى أنت كده المفروض أن أنت وأنديتك أين الحقوق المالية بقى بتاعتك يعني أنا لما هو أنا لما لما تيجي كل مرة مهدد أن الدور يوقف أو المطشات تتأجل أو ما فيش جماهير أو ما فيش إزاعة فين أنا دفاعك عن حقوقي أنا اتحاد الكرة كنادي بينفق على كرة القدم وبيمدك بعناصر المنتخب القوم فين ما بتدينيش ليه ما يعني يدعمني ماديا أن أنا أستمر في هذه السياسة السليمة ونميها أنا مش متمكن أن أنا لا بيع سيزون تيكت ولا أعمل تذاكر عشان جمهوري يخشيلي وبالتالي حتى القيم التسويقية بقت مبنية على التلفازة والبس الفضائي فقط وبعد الأودورز والحاجات دي الإعلانات الخارجية فأرجو أن تدار كرة القدم وده اللي بيخلي يعني إزاي الدور المصر حد النظم وفيش ربطة الأندية إزاي